موسيقى 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 كان دي خففت من الوطط هذا المرض فعلا ده يعني لولا توجهات القياة السياسية الحقيقة وقفتها معنا ومع البلد كلها بقوة في هذا الاتجاه ودفعها ل لأن الناس كلها تتعالج من فيروسي ده الحاجة دلوقتي بقينا يعني اعتبر تاريخ فيروسي دلوقتي بقى وكأنه تاريخ الحمد لله نصيحة توجهها للمواطنين أصحاب أمراض الجاز الهضمية حسين طلهم يعني بصفة عامة طبعا يهتموا بأنهم ما ياخدوش أي علاجات بأي شكل عشوائي أنهم يهتموا بأنهم ينطقوا نوعية الغزا بتاعتهم ولو في أي حاجة لازم يلقوا على طول للجهات التخصية طبعا بالنسبة في ظل ظروب في جاعة كورونا الإجراءات الاحترازية بتاعتوها دكتور حسين للحفاظ على العنصر البشر هنا من التمريد وأطباء والأهلين المدنيين اللي بيترددوا سوى مدنيين أو اسكريين على المستشفى وطبعا أول حاجة احنا بننصح دلوقتي أن الناس كلها لازم تأخذ اللقاح ودي من أهم الإجراءات الاحترازية الحقيقة عشان نقل نفسنا وإحنا شوفنا أن الأعداد بدأت تقلب في بلاد كتير قوي بفضل اللقاحات الموجودة والحمد لله احنا قدرين نوفر اللقاحات دي فإحنا ليه نتقاعص؟ دي أول حاجة الحاجة الثانية لازم كلنا نلتزم بالمسك نلتزم بغسل إيدين نلتزم بأن احنا ما نبقاش متواجدين في أماكن مزدحمة أو أماكن مغلقة لازم فيه تهوية كويسة ده اللي احنا المفروض كلنا ده واجبنا كلنا يعني لو حسام يعوزين نطمن أهلين المدنيين أن الباب هنا مفتوح داخل مستشفى البطنة في سبال أي حالة من حالات المواطنين المدنيين هنا داخل المستشفى والله فندم أنا يعني الحمد لله وأشرف لنا طبعا أنا أتكلم عن المستشفى البطنة لكن ده سمة تمتاز بها الكوات المسلحة المستشفىات الكوات المسلحة كلها الباب مفتوح لجميع المدنيين والعسكريين على السواق طبعا إحنا هنا في مستشفى كبر القبة ما نقدرش أبدا نتأخر عن أخواتنا المدنيين إحنا منهم دول عائلاتنا ودول ناسنا ودول جلالنا ودول أهلينا فمنقدرش نتأخر عنهم أبدا وبتعاملوا نفس المعاملة بالضبط زي وزي أي عسكري في كوات المسلحة سيد لو حسام قولي أهم ما يميز هنا المستشفى البطنة هنا داخل المجمع الطبع الخطوة المسلحة بكبر قب والله مستشفى البطنة هنا بتقوم بدور كويس قوي ومتميز الحقيقة سواء كان من اسم الجلدية أو اسم البطنة العامة وعلاج الروماتيزم والعلاج البيولوجي وفصل البلازمة والعلاجات المناعية والأمراض المناعية عندي اسم هشاشة عظام لإياس كسافة العظام وعلاج هشاشة العظام ده فيما يخص اسم البطنة اسم الجلدية في عندي كابسولة قضة عمليات غرفة عمليات كابسولة لعلاج أمراض العقم والأمراض الجلدية فيه كمان عندي في العصبية دي حاجة مهمة جدا وحدة أبحاث العصبية دي فيها جهاز رسم موخ محمول جهاز وحدة لعلاج وأبحاث الصرع والأبحاث النوم الكمان اللي جد عندنا الحمد لله رب العالمين الأشعة التداخلية يعني بيجي واحد عنده جلطة حديثة بخش مباشرة احنا شغالين على طول 24 ساعة تيم جاهز نخش على طول نتداخل معاه الحياة الرجالة عاملين شغل كويس أوه في هذا المجال بتنقذ حياة ناس كتير أوه طبعا ما ينساش المنظر المراري أنا كنت قلت قبل كده على المناظير إنما المنظر المراري الحقيقي ده أتعامل شغل جامد أوه في اسم الجهاز الهضب فيه اقامة داخلية هنا للمرضى دكتور أشهد طبعا أفندم احنا عندنا للمستشفى 300 سرير وعندي 65 سرير رعاية مركزة وإفاقة اللي طبعا فيه اقامة مستمرة وضغط جامد علينا